يا جماعة شين صاير هنا يا جماعة شين فيه هنا قلولي بس بالله عليكم الممالك يا جماعة بالكامل تتجمع على قلعة الكارك شين القصة منش عارف أخذوها عكا لو غاد والله إلا من رد والله إلا من ردها عكا السلام عليكم يا شباب وكل عام وانتم بخير كل سنة وانتم طيبين بمناسبة تعيد الفطر المبارك أعده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات ونستكمل سلسلتنا الجميلة فرسان الشرف في الحلقة الثالثة اللي نلعب فيها بإمارة فلسطين واللي حققنا فيها أول هدف من أهدافنا اللي هي تحويل ديانتها من المسيحية إلى الإسلامية وخلينا نشوفوا الأهداف الجديدة اللي حنقوم بها والتحرقات الجديدة اللي حنقوم بها في هذه الحلقة وقبل لنبدأ ما تنسوش الاشتراك واللايك والنشر ومشاهدة ممتعة لجميع وأخيرا يا جماعة بعد ما حققنا الهدف المنشود اللي كان فيه صعوبة وكان فيه تخوف من سببنا مشاكل وانقلابات لكن بقليل من الحظ توفقنا وحولنا ديانة المسيحية إلى الإسلامية لكن الشيء الثاني اللي ممكن أن نحاول أن نغير الثقافة يا جماعة الثقافة هنا نورمان لاتين ما زالوا يعني لاتينيين يعني ما زالوا من العرق الأوروبي فلو تلاحظوا أي شخصية نقوم باستخراجها هنا أو أي تجنيد نجندوه من هنا يا جماعة أنواع الجنود هما ما زالوا جنود أوروبيين أجانب مش عرب هذا السبب بسبب أن الثقافة يا جماعة الثقافة ما زالت اللي هي نورمان لاتين هذي مفهمتش كيف نستطيع نغيرها عموما يا جماعة زي ما شفتوا في الحلقة السابقة يعني بفضل الحملة الصليبية اللي جندناها لصالحنا استطعنا أن ننضموا اللي هو عكة وطرابولوس لمملكتنا حاليا لشين عندنا مهمة المهمة يا جماعة عندنا حاليا المهمة الضرورية والعاجلة اللي هي فكل الضراب على هذه المدن وأيضا يا جماعة ما زالت الممالك هذه ما زال ما حولناش الديانة الإسلامية يا جماعة صحيح نحولنا الديانة الإسلامية لكن ما زال ما خلناش المدينة أو المدن تتبع الدين الإسلامي ما زال المدن هذه تتبع المسيحية يعني الديانة الموجودة فيها المسيحية فهذه مهمة من؟ مهمة العالم حاليا نحن نستخرج عالم يخلي المدينة هذه يعني تقوم بابتباع الدين الإسلامي يعني نخلو هذا العالم يبشر وينشر الإسلام السني في المدينة حتى تكون المدينة بالكامل تتبع الدين الإسلامي وأيضا هذه شوف الكنايس ما زالت يعني مبنية الكنايس هنا تتحول إلى مساجد لكن المهمة هذه محتاجة إلى ألف نقطة من النقاط الدينية وأيضا 2200 قطعة دهبية حاليا الدبلوماسية يا جماعة بعتينا لدمشق زي ما تشوفوا يحسن في العلاقات لأن دمشق يا جماعة من أكثر الدول اللي كانت صديقة لمملكة بيت المقدس أي أبسط يعني حرب نقوم بها على مملكة بيت المقدس أو عدائية لمملكة بيت المقدس دمشق تزعل مباشرة لذلك دمشق يا جماعة توقع في أي لحظة ممكن تتعني عني الحق الله 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 وهذا شين الجيوش؟ هذا الجيوش أرمينيا على ما أعتقد هي أرمينيا الحدود الخاصة بينا مفتوحة طبعا أعبر ولا يهمك مش حنتكلم لا عندك أنت أصلا حيل باش تتكلم والله تتعارض مرور هذه القوات والجيوش ما عندكش حتشوف لهم يعبروا حدودك وانت ساكت يعني وانت زي الرجل الطيب طيب عندنا الداخل 207 يا جماعة زايد 207 يزيد ينقص أحيانا عندنا في الخزينة 4000 معقول مبلغ معقول لكن مزاخا نوفره قليلا سايا جميل لنا كما توقعت دمشق أعلنت عني الحرب دمشق أعلنت عني الحرب يلا هاي دور توه كيف تنحز يا إلهي الفاطميين دخلوا معنا في الحرب لأنهم من ضمين معنا في تحارف الفعل لا حول ولا خوة الله طيب كيف نحزوها مع الدمشقيين دمشقيين حاليا عندهم حرب مع السلاجقة عندهم حرب مع الهجرة على ما أعتقدوا عندهم حروب أخرى يعني تلات دول يحاربوا فيهم أيوة أوكي هذه ثورة خرجت ثورة هذه خرجت في عكا 2400 ونحن 2221 هل نزيد جنود إذا زدنا جنود يولي الغداء ناقص واحد والله يا جماعة الحقيقة للأسوف نزيد الجنود ناقص سرعة تولي ناقص سرعة تولي ناقص سرعة هذه الغداء سير الخلافة العباسية دخلت مع الدمشقيين انضمت مع الدمشقيين في حربها ضدنا طيب يا خلافة عباسية طيب يا خلافة عباسية الفاطمين على ما تقدروا بجيش يحاولون ينقدونا لكن يلقوا الأمر يعني مفروغ مننا ويقولون أن نستطيع أننا لا ما نستطيعوش أوكي هذه جموع الدمشقيين البينهم متوجهدين خلنا نلحق ندخلوا في فلسطين أو القدس يا إله هذه يا جماعة مهمة أيضا جاب هنا الجسوس اللي هي رشوة قائد من قادة الدمشقيين لكن المميز في هذا القايد يا جماعة شوفوا لو كانت لاحظوا علي اللي هي قطرة دم هنا يعني زي الرمز قطرة دم معناها أن هذا الشخص قريب للملك ملك المملكة الدمشقية قريب ليه هل هو ابن أخوه الله أعلم خلينا نشوفوا اللي هي المملكة الدمشقية نشوفوه يا جماعة أوكي ما هوش ابنه إذن بيطلع أخوه البين نعم إنه أخوه أخوه وشوفوا الميزة الخاصة به يعني عنده خمس نجمات يعني جنرال فل الفل فل أوبشن وهذه المهمة اللي جابها الجسوس يعني يستطيع أن يرشيه هل هذا يعني إن هذا الأخ هل هو عنده ميول إنه ينقلب على أخوه ممكن ممكن هذا الشيء يصير إذا صار هذا الشيء وانقلب على أخوه يا جماعة إذا انقلب على أخوه بيكون يعني حليف لنا إن شاء الله في المستقبل لكن شراكم بيكلف 1500 تمام عندنا 7619 والله نريد أن نجربوا يا جماعة فلليك خنقوم به الأمر هذا وإن شاء الله ينجح الجسوس يا جماعة إن شاء الله ينجح أحد الجيوش انسحب وفيه جيش قادم فاطمين أيضا جو يا جماعة البين الفاطمين بيدخلوا معنا شوف فاطمين جماعة اللي هي دومياط وفشل الجسوس يا أخي شوف شوف دومياطا جماعة تحت حكم اللي هي البيزنطيين بيزنطيين فك منبخة من الفاطمين طيب أووووووووووووووووووووووو دخلوا الجيوش بالتمن الفاطمي يدخل في جيش أحد القلاع ثورة انقلابيين باسم مملكة بيت المقدس مملكة بيت المقدس مملكة بيت المقدس هذه الثورة باسم التاج إذا نجحنا فيها نخمد الثورة في مهدها بتكلف 1500 والله يجب أن نقوم بها ونقاط الدنيا ما زال مصلتش لربعمية باش نستطيع ان نقوم بفكر ضراب عن عكة مثلا فاشل الجاسوس أيضا في اغتيال الثورة دمشقيين نطلب منهم السلام لا رفضوا الدمشقيين السلام نطلب منهم مثلا السلام مقابل مقابل ذهب مثلا 5000 مثلا لا رفضوا وكيف حرب استعرى على هذه القلعة مع الفاطميين تمام الفاطميين متفوقين في جيشين خاصين اللي هي مع اللي هو الدمشقيين والبينة سينتهي الدمشقيين انسحبوا نحن ولن نعلقوا فقط على المعارك يشتبوك الدمشقيين مرة ثانية بجيشهم الأخير لا بجيشهم الثاني طبعا دمشقيين عندهم خمس جوش يا جماعة اثنين حاليا يحاصروا في أحد القرى الخاصة بينا يسطوا عليها وواحد يحاصر في هذه القلعة واثنين انسحبوا لأنهم انهزموا وضعوا الثالث الوصول من فاطميين و العبسيين لا يوجد مصابه لا يوجد مصابه لا يوجد مصابه نعمل معه لدينا علاقات كويسة لا يوجد مصابه لا يوجد مصابه ممكن لانا كنا عندنا علاقات كويسة مع الفاطميين والفاطميين والدمشقيين دائما بناتهم اساسيا طيب الفاطميين يا جماعة اللي انهزموا الجيش الاخير الهزموا الجيش هذا الدمشقي انسحبوا بدلا يدخلوا معنا هذا حاصروا فلسطين او القدس يا جماعة بيزنطيين انضموا للدمشقيين كويس نبعتو لهم ثورة دمشقيين نبعتو لهم ثورة ثانية نبعتو لهم ثورة ثانية نبعتو لهم ثورة ثانية هنا مهمة اخرى اللي هي اشعال حرب بين الصلاجقة والدمشقيين بكلفنا 4000 والله يا جماعة تكلفة فنحن عندنا نقودنا يعني لنجمعوهم على اساس أن نكونوا بهم عنفسنا ونبنوا بهم يجينا يعني مصائب أخرى تمسح هذه الخزينة فلذلك نقولهم لتني تنكو خلاص خلوهم معلقة منو أيوة أرمينيا أرمينيا تعالين الحرب كويس 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 وطبعا يا جماعة أرمينيا عملت حرب مباشرة ما دخلتش تحت راية الدمشقي حاليا وصلنا 400 نقطة دينية خلينا فكوا ضراب على عكا ممكن تعمل لنا بعض الحلول يعني إذا نجحنا في فكي ضراب على عكا إذا نجحنا في فكي ضراب على عكا أوو لا لا تغير الوضع بدل 400 أصبح 600 600 نقطة دينية يا أخي يا شيخ يا شيخ والله إلا قصة قصة تعجيز هو شكله البيننا تعجيز والفاطميين أخيرا فاطميين أخيرا فاطميين أخيرا أخيرا نضموا للمعاركة وفيه أيضا يا جماعة قونيا قونيا هذه يا جماعة انضمت مع أرمينيا في حربها ضدنا كل الدول دخلت ضدنا كلها كل الدول عز عليها نتحاربنا حاليا يا شيخ البين حيسترجعوا هذه الأراضي اللي إخدناها من مملكة بيت المقدس طيب الفاطميين حاليا انضموا معانا في المعركة نظموا معانا في المعركة لي practiced with the opinion on the army لكن الفاطميين ما دخلوش بكل ثقلوا من الصراحة في المعركة هذه لأنه معانا لأنه معانا في المعركة سايا الهجرة الضوء 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 ادعمونا في حربنا ضد دمشق اه مش ضد دمشق ضد ارمينيا لا رفضوا اوكي الثورة هزمت وايضا شوفوا يا ساتر يا جماعة كيف صار هذه الكلام انش عارف تريبولي كانت تحت سيطرة الثوار او الانقلابيين تمام بشكل غريب تم القضاء عليهم انتهى التمرد الذي قادها المشير هارفي والذي نشى في طرابولوس لن يزعجونا بعد الان انش عارف كيف كيف انتهى من انش عارف يا جماعة عموما طرابولوس الان اصبحت تابع علينا حاليا اصبحت تحت سلطتنا نستطيع نفعل فيها اي شي نحتاجها خلنا اقلعوا التنيسة او شيء طيب هذا يزيد النقاط اصبحت سبعة سبعة نقاط الدينية خلنا نجعله احد الاشخاص يمسك هذه المدينة خلنا نقوله تاجر افضل اما عندنا احنا اتنين تجار اذا ما تشوفوا خلنا اعطوها لهذا التاجر التاجر هذا اللي هو اخو امير فلسطين اخوه تمام خلي يمسك هيا بشن نبنو فيها هذه المدينة ماذا نستطيع ان نبنو فيها علينا جماعة شوفوا عندنا الغداء منتهي فأفضل شي نقوموا به ويزيدنا في الغداء اللي هي اما مزرعة او اللي هو مرفع المرفع يعطينا اثنين غداء واثنين اللي هو تجارة اما المزرعة يعطينا زائد اربعة غداء طيب انا نقول مزرعة افضل كلفنا اللي هي الفوتينمية كويس خلنا نبنو مزرعة ونشوفوا الغداء اللي يتحسن الغداء طبعا يا جماعة مهم للقوات الخاصة بنا القوات العسكرية اللي محتاجها للغداء زي ما تشوفوا هنا ناقص واحد وكل ما تزيد الغداء كل ما نستطيع نزيده قوات اكتر وجيوش اكتر فالغداء افضل شيح حاليا في الوقت الحالي التجارة حاليا تناقصت من 200 زائد 200 الى 97 ليش؟ لاننا لان القرى الخاصة بنا حرقت اكترثة تم حرقها قائد لدينا قائد لدينا مجموعة البيزنطيين سيدنا نرى مجموعة البيزنطيين سوف نؤمن هذه البيزنطيين تسعمية وربعين ومئتين وستين خير اوه يا الهي لدينا مجموعة البيزنطيين اثرنا القائد الدمشقي اثرناه يا عيني علي جيوش الهجرة هادم يحاوطوا مدينة الكارك او قلعة الكارك شين السبب فيه أربع جيوش هنا جيوش الديمشقية دخلت ضد الثورة اللي قمنا ببعثها اللي ارسلناها لهم جيشين وتصدقوا يعني ارغم انهم اقوى منها لكن كبدهم خسائر صامد امامهم شوف جيوش البين عليها قوية يا جمع اوكي قالك سيدي انتهت الحرب ضد دمشق سيدي لتلقينا انباعا توقيع الفاطميين ودمشق على معاهدة سلام قد تستريح جيوشنا لان هذا ايضا يضع حدا لحربنا ضد العباسيين والبيزنطيين كويس كويس دمشقين باعتين رسالة اللي هما بيدفعوا فدية مقابل القائد اللي يسرناه اللي هي 2400 طيب عندنا هنا الاقتراح هذا شنرايكم بمنع انتهت الحرب مع دمشقين خلنا تلقي صراحة بدات ان القائد جماعة ما عنداش ولا مهارة يعني شوف مهارة السفر ما عنداش مهارة اكسبت حد تكون حد تحس النواية تهدي النفوس مملكة قونيا في جيش تابع لها جينة اللي هما داخلين تحت راية ارمينيا دخلوا مع الارمينيين في حربهم ضدنا ارمينيا يا جماعة هذه اعلنت الحرب لكن ما هاجمتناش طيب يا ارمينيا هل في امكانية ان نعنوا السلام عليكم اهه ارفضوا بها يا ارمينيين هل بالامكان ان نعطوكم مبلغ معين من المال وتعنوا السلام ارفضوا 1300 ما قبلوش بها يا ارمينيين شنرايكم في 3200 ما قبلوش اوكي يعني مصممين انهم يحاربونا طيب اه عندنا هنا جنود يا جماعة تعدادهم 2560 طيب هنا الجيش هذا تعداده 2420 هو جيش اه قونيا عندنا جنرالنا متفوق من ناحية الخبرة 15 جنرالهم ما زال في المرحلة الاولى هل ممكن ان نهجموا عليهم؟ اوكي 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 وَإِذَا عُدْتُمْ عُدْنَا وَلَنَكِّلَنَّ بِكُمْ تَنْكِيلَا أيها الأوغاد وهو بيحاصر تربو لي أهال سحبوا ههي الخوف باهي أوكي ناش فيه مهمة يا جماعة من الجاسوس اللي هي افتعال حرب بين دمشق وفلسطين اللي هم احنا ليش يا أخي ليش يا جاسوسنا ليش لا 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 مش باهي لا 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 بتورطنا واحنا ما صدقنا عملنا معهم سلامي يا أخي يا جماعة اوكي بنانا المزرعة وأصبح لدينا عالية غداء متوفر جميل يا جماعة شين صاير هنا يا جماعة شين فيه هنا قلولي بس بالله عليكم قلتش هدا قلتش هناش قلتش صاير يا جماعة صدقوني شوف 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 جوش اللي دار على مدينة الكرك أو قلعة الكرك الممالكة جماعة بالكامل تتجمع على قلعة الكرك شين القصة من أشعارب قولنا هذا تدهو تخش بجيوش و تطلع تخش و تخرج تخش و تدخر مع الحدود لك لا تهاجم ، يحفو حفظه الأسفل ، يسحب أخرى بشكل سريع ، شاير ، يسحب أخير حفظه ، سر ، و أخيراً ، نبي نفهم ، نبي نفهم شن اللقطة اللي كانت ، شن اللي فيه ، لم نفهم والله يا جماعة مفهمت الممالك اللي كانت ملتفة على قلعة الكرك هذي جيوش من كل مملكة يعني اقرب اربع ممالك وخمس ممالك ارسلت جيوشها تلف ملتفة على قلعة الكرك شيني فيه والله شي غريب اوكي اوو شيني هنا اوكي هذي معلومة قال لك سمع جاسوسنا اوين ان القائد عيسى قد اطلق صراحه من واجباته الحاكمة اوكي في الكرك قطعة ارض جديدة متاحة رشوة المشير عيسى دعنا اعطوهم مهمة هذي كلفته 1300 وده يا والله ليلة يا والله ليلة دخلوا علينا جيش بشي عارف منين دخل يا جماعة من قونيا هذي قونيا هي الوحيدة اللي تغزي فينا رغمنا اللي معلن علينا الحرب اللي هما شين اسمها ارمينيا يا فاطمين بالله تعالونا الحصلة اللي حصلنا فيهم يا فاطمين تعال تعال تعالوا بالله عليكم ليش مونا على الارمينيين والقونيين هذي اياه يا صلاجقة صلاجقة شين عندكم من حروب ما عندكم مش من غير مع العباسيين باي انضموا معنا في حرب ما شوفوا الصلاجقة شوفوا العلاقات مع الصلاجقة فل للفل يا صلاجقة انضموا بالله عليكم في حرب ضد الارمينيين انضموا هلا يا خال اصبح عدم الارمينيين والقونيين طيب وين جلودهم الصلاجقة فينهم الصلاجقة هما الصلاجقة اين هم هذي جيوشهم الصلاجقة يا عيني عليكم يا عيني عليكم يا صلاجقة والله يا صلاجقة عندكم ارجل ألف مرة ما دمشقيين دمشقيين يا جماعة مش عارف خيرهم عمانة كارهين في الدم يا كرهونا هنا جيوشنا يا جماعة للأسف الشديد انهزمت الباين انا كنت ظن اننا حنانتصروا على الغلقونيين هنا لكن الباين حنانهزموا فخلينا نربحوا ماء وجوهنا وننسحبوا بأقل الخسائر خير ما يتم اسرنا صح؟ انا اقول هكي شوف يا جماعة الدبلوماسي في عندها ايضا خاصية اخرى اللي هي استطيع ان يمشي فاوض على السلام يقول لك تفاوض على السلام اجعل الدبلوماسي هوري يبدأ التفاوض على شروط السلام مع احد اعدائنا يعني مش مؤكد انها ممكن ينجح لكن نحاولوا نحاولوا نبعتوه طبعا لارمينيا اللي هي اللي اصلا هي اللي معلن عنينا الحرب والقونيين هدو من قونيا منضم معه سوف أفعله سوف أعطيك دخلت أيضا دخلت ايضا دخلوا 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 دخلو ايضا دخلت عكا حاصرة عكا رجل هل سهل يحاربون اللاه بيزنطا يحاربون في الديمشقيين تعالوا يا جماعة فكوا علينا فكوا علينا هنا تعالوا طيب تعال يا جاسوسنا تعالوا ماذا هو العمل؟ سأعود بأنا عندما تكون هناك محاولة لفعل ذلك نبعتوه لمملكة إيرمينيا إيرمينيا هذه ليست هادية مرحة أنا متسوطة لازم نعمل شيء في إيرمينيا لازم نقضوا مضاجعهم شوفوا الشيوش يا جماعة سيدنا نتجد قرية ونجمع بطريقة الوضع تعتقد قرية الوضع هؤلاء الارمينيين ستنضموا معنا ضد الارمينيين سايا الارمينيين ستنضموا معنا ضد الارمينيين سايا الارمينيين لقد قمت بسلامنا سايا الارمينيين ستنضموا معكم لقد قمت بسلامنا لقد قمت بسلامنا نتوقف الفاتميين من تنضموا معنا لقد قمت بسلامنا لقد قمت بسلامنا سوف نستطيع الارمينيين سوف ننشر الديانة اسلامية هذا ما يوجد حدث لدي سايا الارمينيين يطلب السلام لقد قمت بسلامنا لقد قمت بسلامنا سايا الارمينيين لقد قمت بسلامنا انظامنا خلال على الحكي نحن ترى القلعة فلسطين ماذا تريدك؟ نعم؟ أعود إلى المدينة يا ربي المساعدة المساعدة لدينا لدينا جيش صغير نستطيع أن نحرك نحن على طريقنا يا ربي المساعدة لدينا تفوق تفوق أكبر 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 المساعدة القتالية تزدون المساعدة يا ربي نحن نستطيع أن نستطيع سلام معه جداً نستطيع أن نتصور عن الاندى من أعمال حتى طلبنا نفسنا بل متفكرة المجدد أن نحن نستطيع انقذت طلبنا نفسنا لقد تصبحهم نفسنا قد طلبنا نفسنا طيب حاليا نستطيع أن نعمل سلام مع أرمينيا إذا وافقوا طبعا على السلام أن نستطيع أن نفرض عليهم شروط مثلا 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 نقولهم تبع لينا يقول لك يبدو أن مستشاريك ضللوك يا أيها الأمير لانس أنت تخسر هذه الحرب لا تصدق نفسك يعني لا وشوفوا يعني ما كذبوش خبر بعت وجيش مباشرة على الإيهانة طيب خلنا نعمل معهم سلام عادي يا جماعة خلاص معاش عندي نصنا قوة باش نواجهوهم علي الشيخ مازال يحاول ينشر الديانة الإسلامية في كامل طرابولس علاقات ديانات الأعلى والمعاردرنا علاقات دياناتنا انظروا أكثر تفاصل هل يستطيع أفكي بالضراب الضراب محتاج إلى 340 اللي هي نقاط للخبرة و 680 نقاط دينية سايها علاقات الدبلوماسية على نفسنا يعني الحرب شنها الهيالبجاحة هذي يا جماعة الطيب الفاطمين أيضا عندهم حرب مع الدمشقيين طيب السلاجقين ما عندهم حرب مع الدمشقيين علاقتنا بالسلاجقة فل الفل عندهم فقط السلاجق عندهم حرب مع اليميين ومع مكة وأيضا السلاجق يا جماعة نستطيع انعزز العلاقات معهم إيداء عملنا معهم اللي هو زواج ملكي اللي هو مش الملك نفسه الملك منزوج لتبنتم تمام فنشوفه ترى إذا وافقه برينس نوري آه لا 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 نزوجه ابنة الملك ملك فلسطين إلى الأمير نوري تمام تمام فهمت وافقه طيب تعال يا صلاجقة نضموا ودعمونا في حرنا ضد الدمشقيين نضموا ودعمونا في حربنا ضد دمشقيين وات شين قالك شوف 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 الطلبات هذي قالك طيب قالك بما أننا تبينا ندخل معاك في حربك ضد دمشق فإحنا نطلب منك أنك تدخل معنا في حربنا ضد مكة واليمن مش في صالحنا صراحة مش في صالحنا صدقوني فوت الموضوع فوت الموضوع والله يا جماعة من أكثر من أكثر مملكة أرقتني هي دمشق جيوش هم شوفها دخلت أراضينا عندكم علم أن الدمشقيين ممكن يتقبلون هل تقبلون إذا أعلن الحرب على الفاطمين صدقوني لو أعلن الحرب على الفاطمين أو لا الدمشقين يبدو أعزوا أصدقاء صدقون الفاطمين دخلوا إلى هنا معقولة بيدخلوا في جيوش هذي بيدخلوا عليها هو والله أصبح نعود قواتنا بس إذا دخلوا في الجيوش ندخلوا معاك سوف نعود القوات فقط هذا هو سرية جيد إذا دخلوا الفاطمين دخلوا معاهم دخلوا 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 معاهم دخلوا معاهم دخلوا معاهم دخلوا دخلوا نكبدوهم خسائر الديمشقيين دخلوا نوروهم دخلوا نوروهم بأسنا وكي وصلنا إلى العدد المطلوم من النقاط الدينية دخلوا نفاكل الضراب على عكا نسبة النجاح 74 إن شاء الله تنجح نهزم 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 ماذا؟ ماذا؟ أيوه حسنا هذا صار في السلسلة السابقة أصبحت السيدة السلطانة اللي هي السيدة اللي هي ابنة أميرة فلسطين اللي تزوجت من ابن أو ولي العاهد الخاص بالسلاجقة سيدي حبيبتنا بيرتا أصبحت سلطانة السلاجقة وهي الآن تقف إلى جانب زوجها الخليفة نور لكن عندما تقف إلى جانب زوجها الخليفة نور سأقف إلى مارك الضوار كنت تحديث معها سأقف إلى جانب زوجها سأقف إلى جانب زوجها واحداً باحداً قرارة الوحيدة الوحيدة يدوينغل يا ربي لا تسرعني سأفعلها هيا أسروا هيا أسروا هيا أسروا بسرعة 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 جميل أسرناه قتلناه قتل قتل يا جماعة جماعة بمنا الشيخ فشلة في فكّل ضراب عن عكّة وما زال يعني فترة طويلة بشنا ستين جمعوا 680 نقطة دينية فما فيش عندنا طريقة أخرى لنفكّل ضراب هذا بالقوة يعني بوسط الجيش نجاح المهمة 70% مفيش ما عندناش طريقة ثانية لا أسف يا محتاجين محتاجين نفكّل ضراب على عكّة محتاجين لموارد محتاجين أن نبنوا ونعمروا يا جماعة نقعد ننتظر فترة طويلة دخلينا هذه المدينة يعني إلى أن نفكها بوسطة العالم فكّنا فكّنا ضراب فكّنا ضراب القوة على عكّة يا جماعة شراكم شنا نقوم ببناء في عكّة شراكم نبنو فيها اللي هي تجارة الجلود تجارة الجلود أفضل ميزة فيها نا هيك على أنها تجارة طبعا تجيب في مدخول وصفقات تجارية أيضا تعطينا ثلاثة زي الثلاثة غداء يعني فيها فايدة مزدوجة فاوكي نقوله خلنا بنوع جلود تجارة الجلود واحد من الجلود يستطيع أن نقومه تقريبا نستطيع انقوموه على ما اعتقدون فوقين عليه فان شاء الله نهزموهن قبل ان ينتهوه من السطو ونهبل هذه القرية ان شاء الله اوهوهوهو جون وانهزمنا المشكلة احنا حتى بجيش واحد انهزمنا اصلي شوف شوف هزمونا انقومونا اقومونا ساير او دي لنقوموهن او دي لنقوموهن يا جماعة الجنود هذا وما اللي ريتهم هذا لش انا نقول لكم نبو نغيره الثقافة الجنود بالثقافة اللاتينية ضعاف جدا اضعف من الجنود المسلمين هادا لش انا نبقى نغير الثقافة نبقى نغير الثقافة كيف نغير الثقافة والله يتورطنا يخي تورطنا مع القوات الفاشلة شوف فاشلة قوات هذه فاشلة ضعيفة جدا حتى القوات الثانية من الثكنة الأخرى اللي هي تكنة هذه قوات الثقيلة حتيها ضعيفة أمام القوات الإسلامية والجيوش الإسلامية أرميني أنضمت مع الدمشقيين أتعبوني الدمشقيين والله يتعبوني المتحدثنا ومتحدثنا 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 في مهمة للإعلان السلام معهم يحاول أن يتفاوض على السلام وطول فترة طويلة الحلفاء الذين لدينا جماعة الأصدقاء حاولنا أن يدخلون في الحرب ورفضوا مفيش أي وسيلة كنا ننهو بها الحرب ما هذا يا جماعة؟ وهذه يا جماعة الأحداث مفيش جديد يقال ولا قديم يذكر تمام دعنا نوقف هنا قومنا على قدر الاستطاعة فكنا ضربات على المدن التابعة علينا نشرنا الديانة الإسلامية فيهم أصبحوا بالكامل ديانتهم إسلامية قمنا بتعزيز العلاقات مع السلاجقة قمنا بعمل زواج ملكي مع السلاجقة رغمنا يعني ما نفعناه بشكل كبير الصراحة ما فيش ولا جيوش من جيوش السلاجقة جد دعمتنا إن شاء الله يا جماعة يعني أجبتكم الأحداث التي صارت والتحركات التي قمنا بها وإن شاء الله سنكملوا المغامرة الخاصة بنا في الحلقة القادمة بإذن الله وقبل ما ننهو هذه الحلقة ما تنسوش يا شباب الاشتراك واللايك والنشر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة